بالله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد تسأل عن زوجة عن امرأة مات عنها زوجها وهي في بيت الزوجية مع حماها وحماتها وبنت لهما فأرادت أن تقضي العدة في بيت زوجها أبوها وأموها يرفضان ذلك ويقولان اخرجي من عندك تعالي عندنا إذا لم تطعهما هل تأثم أقول وبالله تعالى التوفيق لازمت التوطئة ببيان الحكم في اعتداد المرأة في بيت الزوجية هل تلزم المرأة أن تعتد في بيت الزوجية أو لا تلزم يرى الجمهور إلزاما بالاعتداد في بيت الزوجية لحديث ولكنه ضعيف وهو امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجلا إلا أنه ضعيف في سنده رو مجهول ولا يصح لكن به أو عفوا قال ابن عمر ويروى عن عمر يروى بصغة التمريض وعن عثمان وابن مسعود القول بمقتضاه أنها تلزم بالاعتداد في بيت الزوجية أما عائشة رضي الله عنها ومع ابن عباس وجابر ويروى عن علي أنهم قالوا بأنها تعتد حيث شاءت والخبر ضعيف ومكثي في بيتك واستدلت مدرسة ابن عباس بقول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجه يتربصن بأنفسهن أربعة أشر وعشرة ولم يقل في بيت الزوجية ولم يقل ربي في بيت الزوجية فمن أرادت الرخصة أخذت بقول عائشة ومن أرادت العزيمة أخذت بقول ابن عمر فإذا أخذت المرأة واذي بقول ابن عمر أنها تعتد في بيت الزوجية ودعاها الوالدان للاعتداد في مكان آخر لا تكون عاقة